دعم اختياره كبطل ايوة انما هي رانكينج يعني هيوة لو الاهلي والوداد كان فيه ما اتعملش المعيار ده كان حيروحوا بالترتيب لكن الاهلي قد دعم وجوده بينه كمان بطل انت فاهم يعني الجمال في كده انه لم يركن الى هذا الاختيار انه ايضا كبطل فانت هتلعب الـ 25 وبعدين الـ 29 صح فاهمني بقى الـ 25 دي بطل افريقيا اللي فيها هيروح 29 النسخة الحالية بتاعت افريقيا اللي انت خدتها النسخة الجاية 25 البطل بتاعها هيحجز مكان في 29 لا حظا سيد فراهيم دلوقتي انا فيه بطلطين عشان ما انطلق باتش الانتر كونتيننتل دي خلاص دي الوحدات دي بطلق على جنب دي كل سنة اللي هي بدل دور الأبطال دور الأبطال بقى كل اربع سنين لا دي بدل كاس العالم للأندية السنوية اللي هي دور بطل كاس العالم للأندية الأبطال ايوه مش لقى بقى عشان من النبي يوللك باتش النات هي دي بقيت كل أربع سنين في بطولة جديدة سمال انتر كونتيننتل بتتلقى بالنظام ده أبطال القرارات كل سنة ولا تؤهل لحاجة ولا تؤهل لحاجة لكن خلينا دلوقتي في البطولة دي اللي احنا دخلينها كأبطال وبالرانكن يعني بكل الفرص احنا مؤهلين ليه اللي حيروح 29 بقى هياخدوه من البطولة بتاعة 25 دي بطل أفريقيا في سنة 25 وبطل أفريقيا في 26 وبطل أفريقيا في 27 وبطل أفريقيا في 28 يشارك في كاس العالم اللي ياخد اي بطولة في 4 سنين دول ها اللي حياخد اي بطولة في 4 سنين دول يروح 29 طب افرد برضو البطل تكرر ياخد من التصنيف بص امتى مونت يعني السناج اللي هو التصنيف اللي تبقى الترتيب النقاط التصنيف ده بيلجأ ليه امتى لو تكرر بطل افرد مثلا سنبي خاد بطولة مازنبي خاد بطولة افريقيا سبورت خاد بطولة اي حد من اللي مش موجودين في المقدمة بتاعة التصنيف خلاص الابطال يروحوا انا مش هروح للتصنيف اروح للتصنيف امتى لو تكرر بطل يبقى ااخد من التصنيف الترتيب الاولاني بتاع الاندي بالضبط اذا انت ما انت فرصك لقدر الله يعني بازل الله هتحقق بطولات ان شاء الله لكن فرصك ايضا انك تروح لانك انت مين هجيب 12 بطولة في الفرصة لا لو 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 كل سنة البطولة قدمت بطل جديد ما كويس قدمت بطل جديد لقدر الله انت مش فيهم لقدر الله هنشرح بعد الفاصل هنطلع الفاصل وبعد الفاصل نشرح للمهندسة عدلي ازاي هنروح امريكا